المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات الليلة الجيش السوري والمقاومة يحققان تقدما كبيرا في القلمون ربط لجرود عسال الورد السورية بجرود بريتالة اللبنانية وفصل عن الزبداني البرزاني يؤكد من واشنطن استمرار السعي للانفصال عن بغداد ويران الدولة الكردية آتية لا محال عبر الحوار منذ الاعلان عن المغركة المنتظرة في القلمون والترقب سيد الموقف لبدايتها وقبل أن تنطلق تحركات المجموعات المسلحة في الجرود استباقا لأي مواجهة فيما بدت جاهزية الجيش السوري والمقاومة حاضرة وتمثلت بنجاحهما في وصل جرد عسال الورد السورية بجرد بريتالة اللبنانية وطرد المسلحين منهما إضافة إلى فصل جرود عرسال اللبنانية عن منطقة زبدانيا السورية الجبهة شهدت معارك عنيفة جدا وخلفت لدى المسلحين عددا كبيرة من القتلى وأحدثت في صفوفهم بلبلة وانهيارات وحالات تخوين أصداء المعركة ترددت في إسرائيل وفيها رأي يعتبر أن معركة القلمون قد تحدد مستقبل الرئيس الأسد فهل بدأت المعركة أم إنما يجري ما هو إلا تمهيد لها هذا الموضوع سيكون محور ملفنا الأول بينما نناقش في الملف الثاني أبعاد وخلفيات تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني من واشنطن حول استمرار السعي لاستقلال الإقليم عن بغداد لكن قبل الدخول في التفاصيل نتوقف مع موجز لأهم الأنباء السلام عليكم اندلعت اشتباكات عنيفة على الأطراف الشمالية لعدن جنوب اليمن فيما شهدت باقي الجبهات في مديريات عدن هدوءا نسبيا مشوبا بالحذر طيران التحالف للشعودين فذأول غارات الجوية على مدينة تواهي واستهدفت تجمعا للجيش على مقربة من ساحل جولدمور في حي التواهي الذي بات تحت سيطرة الجيش بالكامل وعلى مخور عتق البيضاء تدور اشتباكات قوية على مشارف مدينة عتق بالتوازي اعلن وزير الخارجية السعودي عادل جبير ان بلاده اقترحت وقف اطلاق النار لمدة خمسة ايام في اليمن لاغراض انسانية وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الامريكي جون كيري في الرياض قال الجبير ان الشروع بالهدنة يتوقف على موافقة انصار الله وحلفائهم على القاء السلاح ايضا من جهته حث كيري انصار الله على القبول بالاقتراح السعودي لوقف اطلاق النار كيري نفى وجود نية لدى بلاده ولدى السعودية ارسال قوات برية الى اليمن اكد لامين العام لحزب الشعب الجمهوري جورسل تكين اكبر الاحزاب المعارضة في تركيا ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيشن هجمات عسكرية داخل الاراضي السورية خلال يوم او يومين تكين طالب في لقاء سحفي رئيس الوزراء التركي داود اوغلو بان ينفي او يؤكد هذه الانباء في سياق نفسه نقلت وسائل اعلام اسرائيلية بان تركيا تزود المسلحين بالمعلومات الاستخبارية والمساعدة اللوجستية فيما تقوم السعودية بالتمويل المطلوب ونقلت عن مصادر ان تركيا والسعودية عقدت اتفاقا من اجل تقديم المساعدة للمسلحين في سوريا لاسقاط نظام الرئيس الاسد اعلنت حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان موافقة اسرائيل على بناء تسعمائة وحدة سكنية استيطانية في حي رماتش لوم الاستيطاني في شرقي القدس المحتلة وقالت المنظمة ان لجنة التخطيط اللوائية في القدس وافقت امس على الطلب على ان يتم البدء بالبناء قريبا وكانت خطط البناء في رماتش لومو سببت في السابق ازمة دبلوماسية مع واشنطن على خلفية اعلانها للمرة الاولى خلال زيارة جو بايدن نائب الرئيس الامريكي عام 2010 اكد رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردوري تورط اطراف سياسية داخلية في تجنيد تونسيين وارسالهم الى سوريا للانضمام الى التنظيمات التكفرية الدردوري اشار الى ان 12 الف تونسي ممنوعين من السفر بعد اخداعهم للتحريات الامنية واوضح ان الوحدات الامنية التونسية تمنع في كل ثلاث رحلات باتجاه اسطنبول ما بين ثلاثة وخمسة افراد بعد التحقيق معهم من السفر تجددت الاحتجاجات في بوروندي على خلفية ترشح رئيس البلاد لولاية ثالثة وسائل اعلام محلية اشارت الى ان المحتجين اشعلوا نار في رجل الى ان لفظ انفاسه في العاصمة بتهمة انتمائه الى الحزب الحاكم الذي يقولون انه شن هجمات عليهم الرئاسة البورندية ادانت الحادث واكيدة على لسان المتحدث باسمها انها ستتخذ اجراءات صارمة لمنع مثل هذه الحوادث ختام الموجز عودة لمتابعة المسائية مع كمال اليك كامعلا علا شكرا جزيلا اذا انجاز كبير حققه الجيش السوري والمقاومة في القلمون بتقدم عسكري ميداني لا يتعلق بالعملية الكبرى هناك الجيش السوري والمقاومة تمكن من ربط جرود عسال الورد من الجهة السورية وجرود بريتال من الجهة اللبنانية وفصلها عن منطقة الزبدان السورية وسرغايا ومضايا فتشتت المسلحون الى جهات متعددة وسقط منهم قتل بالعشرات واسهمت المعركة بحصول بلبلة في صفوفهم وسط حالات تخوين وانهيارات ووسط تأكيد من الجيش والمقاومة بان المعركة انجزت دون اصابات في صفوفهما تمكن الجيش السوري والمقاومة من ربط جرود عسال الورد من الجهة السورية وجرود بريتال من الجهة اللبنانية بعد سيطرة على كامل الجرد اضافة الى معبر الصهريج جرد عسال الورد بمساحة 45 كم مربعا اصبح تحت سيطرة الجيش السوري والمقاومة بعد السيطرة على قبع شعب الجماعة وقبع العريض وقبع الكنيسة وارض حقل البيك السيطرة اسفرت ايضا عن سقوط عشرات القتلى من مسلح جبهة النصر والفصائل الاخرى وتدمير عدد كبير من الاليات العسكرية التابعة لهم وعدد من النقاط العسكرية وليس بعيدا عن تلك الجرود تمكن الجيش السوري في جرد السبن تحديدا من قتل وجرح عدد من المسلحين عبر استهداف الياتهم وتدمير مقارهم كما تمكن عبر مدفعيته الثقيلة والصواريخ من استهداف مواقع المسلحين في قرنة وواد الكذاب في المنطقة نفسها وقبل السيطرة على عسال الورد كان الجيش السوري والمقاومة قد تمكن من السيطرة على مرتفع قرنة النحل بتلاله الثلاث المرتفع الذي يعلو 2153 مترا عن سطح البحر يشرف على وادي الدار ووادي الصهريج وعدة معابر في المنطقة الى جانب هذه التطورات محاولات التسلل لا تزال متواصلة جديدها اشتباك الجيش السوري مع مجموعة مسلحة حاولت التسلل من منطقة الصوير في البقاع الغربي باتجاه الاراضي السورية تفاصيل ما جرى في القلمون في سلسلة شرقية على الحدود اللبنانية السورية وبعد ذلك من الناحية العسكرية نناقش هذه التفاصيل مع ضيفين من العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي سيد تركي حسن وهنا في السوديو ينضم إلينا الأعميد محمود طبيخ الخبير العسكري والأمني أبدأ معك سياد العميد أسعد الله مساءك ومباشرة إذا ما أردنا أن نحدد أو نعدد أسباب هذا الانهيار الكبير الذي حصل في صفوف الجماعات المسلحة اليوم في القلمون نعم مسأل خير أسعد الله مسأل طلت فترة الشتاء كان هناك حصار على المسلحين على الأقل بالآليات لا تستطيع دخول اليوم من جهة لبنان أو من جهة سوريا كان يجرى عمليات تهريب عن طريق مشات أو عن طريق حيوانيات النقص في الزخيرة والنقص في المواد التموينية والنقص في المزوت والبنزين هم من العوامل اللي أدت إلى الانهيار الكبير إضافة إلى الخلافات التي حصلت بين الفصائل المعارضة الموجودة لصابيات المسلحة إضافة إلى هرب عدد كبير خلال فصل الشتاء ومنهم من سلم نفسه إلى جيش اللبنان كل هذه الأسباب وأضف إليها التجهزات الكبرى التي أعدتها المقاومة والجيش السوري من جهتين من جهة لبنان ومن جهة سوريا أدت إلى هذا النصر الكبير طيب نسأل أيضا الأستاذ تركي حسن في دمشق من ناحية أخرى أستاذ تركي حسن كان هناك نوع من تكتيك الفصل الوصل والفصل دعني أسميه الوصل بين جرود بريتال على الجهة اللبنانية وعسال الورد على الجهة السورية هذا ماذا يفيد من الناحية العسكرية والفصل بين هذه الجرود تحديدا منطقة جرود عرسال وبين ريف دمشق الزبداني مضايا وسرغايا أيضا ماذا يفيد هذا الفصل من هذه الناحية مساء الخير أستاذ كمان أسعد الله مساء أولا أنا أجد أن ما جرى اليوم بالأمس واليوم هو عبارة عن استمرار العمليات العسكرية التي قام بها قام بها الجيش السوري والمقاومة منذ عام 2014 المعروف أن كل القرى والبلدات والمدن في القلمون قد تم تحريرها والمعلوم أيضا أن الآنزاك المجموعات الإرهابية والمسلحين الذين كانوا يتواجدون في تلك المناطق وكانوا في برود لمدة عامين ونصف ذهبوا باتجاه منطقة الجرود وكانت يمنون النفس في أن العودة ثانية إلى تلك المناطق التي خرجوا منها أو النفاذ باتجاه الداخل اللبناني المعلوم أن خط الحدود بين سوريا و لبنان هو عبارة عن خط الزراء إلا في هذه المنطقة مقابل منطقة عسال الورد هناك بلدة لبنانية تتعطفيل وهي امتداد حتى وصول إلى بريتال ومقابل عسال الورد هناك باتجاه الشمال هناك الجبة ونصل باتجاه أبرود وابتجاه الجنوب معروف أن هذه المنطقة تتصل بمنطقة الزبداني القلمون الزبداني تعتبر هي المنطقة الغربية من القلمون جرت معارك في شهر شباط وآذار وأعتقد أن قناتكم الكريمة نقلت هذه المعارك التي جرت في منطقة يابوس وكفير يابوس ومعدار وصولا حتى سرغاية وتمكنت القوات السورية مع المقاومة من أخذ التلال الغربية الحاكمة باتجاه الزبداني مما عزل الإرهاب باتجاه الغرب أي طرق الإمداد باتجاه الداخل اللبناني أو الإنسياب باتجاه الداخل اللبناني من الاتجاه الغربي ومن الاتجاه الشمالي بقي هذا الاتجاه المفتوح باتجاه منطقة إعسال الورد والجبة ووصولا حتى وصول إلى عرسال هذه العملية الآن التي جرت هي عبارة عن قطع وقسم بين المناطق الحدودية وبنفس الوقت قسم عمودي في الداخل السوري من جهة القلمون باتجاه الزبداني وبالتالي أصبح الإرهاب والمسلحون الذين يتواجدون في منطقة الزبداني الآن لا حدود خارجية لهم يستطيعون أن يتصلوا بها وبنفس الوقت ستؤثر بالتأكيد على منطقة الزبداني والإرهاب وأعتقد أنها ستزهب هناك ستقوى شوكة العناصر التي تبدأ أو تطالب بالمصالحة أما في منطقة المنطقة التي تم اليوم السيطرة عليها وهي كما ذكرتم بتقريركم حوالي 45 كم مربع هذا الكلام صحيح وبالتالي هذا القطع الكامل يمكن أن يمتد مستقبلا باتجاه الشمال المعلوم أن القلمون يبدأ من غرب بريج أو غرب حسيا وتتصل فيما بعد إلى البريج قارة تقابلها من الجانب اللبناني عرسال ثم تأتي كل المناطق الحدودية معروفة أن هناك معابر كان الصراع يجري عليها بين المقاومة والجيش العربي السوري والجيش اللبناني من جهة وبين أولئك الإرهابيين التي سيطر عليها طيب أستاذ تركي هنا بين أرسال وما بين طيب عفوا أن قطعتك وتتحدث عن طبيعة الجغرافية ولكن عندما نقول بأن هذه المجموعات انهارت وانسحبت وأخلت مواقعها إلى أين يعني هذه المجموعات إلى أين تذهب الآن أين تتجمع وأين تتمركز الطبيعة الجغرافية لسلسلة القلمون أو سلسلة جبال لبنان الشرقية هي مرتفعة وتصل في بعض الارتفاعات حتى 2700 متر وبالتالي هذه الجرود التي تسمى جرود هي منطقة وعيرة وبنفس الوقت الأشجار فيها نادرة وهي ذات مناخ قاسي في الشتاء وهناك مغر كثيرة وبالتالي هؤلاء كانوا يأخذون هذه المغر ويحسنون مواقعهم أو بالأحرى يحسنون مواقعهم ولا أقول يحسنون التحسين هناك صعب وكانوا يقومون بإجراءات التموين من سواء بالطعام أو بالمازوت أو بما شاب أو بالأسلحة أو الزقيرة هذه المنطقة هي عبارة عن شريط طويل وبالتالي يمكن الإنسياب بدل أن يكون الإنسياب غربا شرقا أن يكون شمالا جنوبا الآن تعزر بعض القطع أن يكون باتجاه الجنوب فيصبح الاتجاه نحو الشمال أي أنه نذهب باتجاه جرود الجبة جرود فليطة جرود المشرفة وجرود جراجير حتى الوصول إلى جرود قارة والاتصال مع عرسال من الاتجاه اللبناني نسأل سيادة العميد محمود هنا أيضا حول قيل قبل المعركة بأنه النصرة جبهة النصرة وبعض المجموعات المسلحة في القلمون تمتلك صواريخ كورنيت وهذه يمكن أن تعيق الحسم في منطقة القلمون بتقديرك لماذا لم يستخدم هذا السلاح أو يمكن استخدم ولكن أي دور يمكن أن يلعبوا هذا السلاح في إعاقة الحسم في معركة القلمون وبتقديراتك يعني العسكرية هل تعتقد بأنه وصلت لأنه قبل قليل حدثنا عن ضعف إمكانيات وصول الإمداد إلى هذه المناطق هل فعلا وصلت صواريخ كورنيت بيد المجموعات المسلحة في القلمون أم هذا صعب ويقع في إطار الدعاية نعم لدى المجموعات الإرهابية صواريخ كورنيت تغنموها أو أحد الدول زودتهم بها لكن طبيعة المنطقة الجبالية القاسية لا تسمح بمعركة فيها آليات المعركة التي حصلت من يومين واليوم صباحاً كانت معركة مشات معركة لم تدخل فيها طيران ولا مدفعية ولا الدبابات تدخل فيها المشات وهنا لا ينفع الكورنيت وهنا لا ينفع الكورنيت لأن السيارات ربعية تدفع أو على دراجات نارية حتى لديهم دبابات ولكن لا يمكن نستعمالها منطقة حرشية ومنطقة جبلية قاسية لا تستعمل فيها آليات يمكن أن نستخدم الكورنيت في مرحلة راحقة من المعركة؟ لا في بعض المناطق؟ بمناطق جبل القلمون وخصوصاً بالمناطق من ناحية لبنان والجبال العلي لن يستخدم هذا السلاح لأنه لن تستخدم الدبابات فيها كان ممكن في المعركة التي مضت اليوم أن تتحرك بعض الليات في منطقة تسمى سطح جرد وهي منطقة فيها هضاب ولكن المعركة صارت معركة صامتة تقدمت قوات الجهاز العربي السوري والقوات المقاومة اللبنانية المقاومة الإسلامية تقدمت المشات فقط ودون تغطية نارية تقدموا سرا إلى المواقع العدوية وإحتلوها بسرعة طيب نحن كنا أمام وهم سيادة العميد أو الرأي العام في لبنان وفي سوريا والمتابع لما يجري في الميدان السوري كان هناك وهم لأن هذه المجموعات كان النظر إليها في تلك الجرود التي تتحصن فيها عملية معقدة وصعبة للغاية كان هناك وهم؟ والحقيقة أن هذه المجموعات عبارة عن نمور من كارتون ليس هناك وهم لنما الأوضاع المدينية التي حصلت نعرف جميعا أن المجموعات المسلحة خاضت من حوالي ثلاثة أيام معركة في جرود بريتال وجرود تفايل حاولت تتقدم باتجاه قوات المقاومة وتعرضت الخسائر الكبير وعلى أثر هذا الخسائر وقع الخلفات فيما بينهم حتى أنه قيل أنه تبدأ لإطلاق النار وفر عدد منه والقادة المدنيين يعرفون متى يهاجمون عندما يكون العدو في حالة إرباك عندما العدو يكون قد خسر عدد كبير من القتلى وبعض المقاتلين قد فروا فإنه يتدخل ولهذا السبب سمحت سيد حسن نصر الله ترك للقادة المدنيين تحديد المكان والزمان هو أعلم بدل الحرب أعلمها بدون تحديد المكان والزمان وتركها للقادة المدنيين على ضوء استطلاعهم وعلى ضوء تصويرهم وعلى ضوء المعلومات الأمنية حتى يعرفوا معنويات العدو ومراكزه ومراكز قيادته وتوفقوا في هذا الضرب نعم سيدة العميدة أرجو أن تبقى معنا أيضا أستاذ تركي حسن أيضا أبرز القادة الميدانيين الذين قتلوا خلال الأيام الأخيرة في القلمون والتبديلات التي أجراها أبو مالك التلي على قيادتها بعد اتهامه أحدهم بالتقاعس تقرير زهراء ديراني أهلا بكم العيون ترصد القلمون معركة كسر عظم بين الجيش السوري والمقاومة من جهة وجبهة النصر والمجموعات المسلحة من جهة ثانية في الأيام الماضية تكبدت المجموعات المسلحة خسائر مادية وبشرية كبيرة وشهدت استهدافا لقادة من جبهة النصر وباقي المجموعات المنتشرة في جرود القلمون أبرز القادة الذين قتلوا خلال اليومين الماضيين هم مسؤول جبهة النصر في الجبى أبو وديع ومسؤول كتيبة السقور المحمدية أبو فاطمة والقائد الميداني أبو بدر وقائد عمليات رأس المعرة أبو فرج العمري أيضا تمكن الجيش السوري والمقاومة من استهداف القائد الميداني في جبهة النصر أبو أحمد مجاهد وكامل مجموعته خلال الاشتباكات في جرود عسال الورد في القلمون كما قتل الأسود وهو قائد في أسود السنة في الاشتباكات مع الجيش نتيجة هذه الضربات القاسية التي تلقتها الجماعات المسلحة وخصوصا جبهة النصر من المقاومة على طول خط السلسلة الشرقية للحدود اللبنانية أقدم أمير النصر في القلمون أبو مالك التلي على عزل أحد المسؤولين الميدانيين ويدعى أبو مجاهد وعين مكانه شخصا يلقب بإلياس وهذا ما يعكس حالة التخبط وفقدان السيطرة على الأوضاع الميدانية في صفوف النصر وسائر المجموعات المسلحة تعتبر القلمون منطقة استراتيجية وهامة بسبب موقعها الجغرافي تقع على الحدود مع القرى اللبنانية وتشرف على الطريق الدولي الواصلي بين دمشق وحمص وتمتد من ريف حمص وسط سوريا شمالا حتى أطراف غوطة دمشق الغربية جنوبا بالإضافة إلى أنها طريق أمداد بين لبنان والداخل السوري أعود إلى ضيفي في دمشق أستاذ تركي حسن نريد أن نتحدث عن أهمية معارك القلمون أو إذا ما تم الحسم الكامل في القلمون وفي السلسلة الشرقية عموما كيف يؤثر ذلك من الناحية العسكرية على مجمل الوضع الميداني في سوريا خاصة المنطقة الجنوبية وأيضا تأمين العاصمة دمشق أنا أنظر إلى القلمون من سلاسة عوامل العامل الأول أن القلمون سابقا كان عبارة عن عامل ضغط على العاصمة دمشق ويتصل مباشرة القلمون الأعلى في القلمون الأسفل في غوطة دمشق التكتيكات التي تبعت في الغوطة دمشق والحصار الذي أقامته القوات حول الطوق الذي أقامته حول العاصمة وحول أيضا غوطة دمشق أعطت بعض النتائج الإيجابية لا أقول أنها كلها بالمطلق أنها إيجابية لا يزال هناك من يدخل ويخرج من غوطة دمشق هذا أولا ثانيا من حيث المبدأ أن تعلمون أن معركة القلمون استمرت فترة طويلة سواء كان في العام الماضي أو ما جرى في العام الجاري وتعلمون أهمية القلمون بالنسبة للبنان عندما كانت السيارات مفققة تنساب من منطقة يبرود ومن القرى والبلدات في القلمون وتتجه باتجاه الداخل اللبناني ويتم التفجير سواء سيارات مفققة أو حالات انتحاريين يجري إعدادهم وإرسالهم إلى الداخل اللبناني النقطة الثالثة أن هذه العملية فيما إذا استمرت وتم إنهاء هذا الوجود المسلح للرحبين في تلك المنطقة تعلم أن القلمون تمتد وذكرت أنها في منطقة الزبانية ثم تتصل بجبل الشيخ أي بجبل حرمون والمعلوم أن إسرائيل تسيطر على منطقة جبل الشيخ وتفتح ممرات للإرهابين في محافظة القنيطرة بالدخول إلى الداخل اللبناني والاتصال في هذه السلسلة وبالتالي أن تكون السلسلة عبارة عن منطقة عازلة بين الداخل السوري والداخل اللبناني أي أن تتحول سلسل الجبال اللبناني الشرقية بكاملها من الإقصير امتدادا باتجاه الجنوب حتى حرمون وبالتالي حتى الحدود السورية على الجولان أي أقصد جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة وصولا حتى الحدود الأردنية وبالتالي هذه العملية عندما يتم ضرب الهراب في هذه المنطقة وطرد المسلحين من المنطقة والسيطرة عليها أن تعيد إليها بنفس الوقت أن هذه المنطقة التي كانت تشكل خطرا على دمشق وخطرا على الداخل اللبناني وخطرا على الداخل السوري ولا تنسى أن منطقة القليمون تتصل بريف حمص وبالتالي هناك بادية مفتوحة يمكن أن تصل حتى الحدود العراقية وتتصل حتى بمحافظة الرقة ودير الزور وحتى محافظة حلب وبالتالي إغلاق هذه الحدود تشكل عاملا إيجابيا في ضرب الإرهاب في هذه المنطقة ولعلها هذه المنطقة وأعتقد أنه سيجري ضرب الإرهاب بامتداد في مناطق أخرى من هذه السلسلة عندما يتم عندما يتم ماذا؟ فضل عندما يتم عندما يتم التطرق واتجاه شمالا لأن ننهي هذه البؤر التي تتواجد في هذه السلسلة الجبلية على تلك الزورة أعتقد أنها سيقلل من إشغال القوات السورية التي تتواجد في منطق القلمون وهي كبيرة بطبيعة الحال من أجل السيطرة على المنطقة ومن أجل ضرب الإرهاب وانسيابه وأيضا ستقلل من القوات المقاومة حتى الجيش اللبناني الذي ينشغل في هذه المسألة سيد تركي حسن على ذكر إسرائيل العامل الإسرائيلي الذي قيل أنه كان حاضر في ما يجري من تطورات ميدانية في القلمون وقيل يعني بعض التقارير تحدثت عن أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية في تلك المنطقة اليوم تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن معركة القلمون ستحدد مصير الأسد هذا الكلام أستاذ تركي له ترجمة من الناحية العسكرية والميدانية أنا ذكرت أن القلمون هو عبارة عن تشكل عامل ضغط على العاصمة دمشق ولعلها كانت النقطة الأبرز التي يتم من خلالها إدخال السلاح والإرهابين وإمداد المسلحين في الغوطة أنا أحيلك إلى ما قاله مدير دائرة التخطيط في شعبة الاستخبارات الإسرائيلية أمان عندما سقطت يبرود وقال أنا ذك في وقتها أن بعد عامين ونصف من الجهود التي بزلت لخمسة عشر دولة ووجود عشرة آلاف إرهابي في تلك المنطقة والرعاية بنفس الوقت وهندسة القتال والوضعيات والتسليح وإلى آخرين لقد سقطت في 36 ساعة وأنا ذك قال أن هذه الحرب الكونية انتهى في انتصار القلمون في سيطرة المقاومة والجيش العربي السوري عليها 70% من هذه الحرب قد انتهت في تلك المنطقة إذا تنظر إسرائيل إلى هذه المنطقة بأهمية خاصة لماذا؟ أنا أعتقد أنها تنظر إليها لأنها تؤثر على العاصمة دمشق وتؤثر على المقاومة وهي كانت تؤثر على ظهر المقاومة بدءا من القصير وصولا إلى القلمون وعندما انتهت معركة القصير التي كانت تؤثر على المقاومة بطبيعة الحال من الخلف نقلت المهمة إلى منطقة القلمون ومنطقة يبرود وأعتقد أنها أدت دورها في محاولة سيطرة القومة والداخل اللبناني حول الداخل اللبناني سوف نسأل سيادة العميد محمود هنا في الستوديو أيضا تأثير الحسم في معركة القلمون وطرد المجموعات المسلحة من هذه المنطقة على الداخل اللبناني عموما خاصة القرى التي كانت حاضرة خلال الفترة الماضية مثل أطفيل وأيضا عرسال معركة القلمون ستؤدي في النهاية بعد تحريرها إلى النتائج التالي سيارات مفخخة لن تأتي إلى لبنان من هذه المنطقة والتي كانت في أغلبها تأتي من هذه المنطقة أثناء المعركة عفوا بين قوسينس تتوقع أن يكون هناك تفجيرات داخل لبنان أثناء معركة القلمون ممكن لأنه اليوم كان هناك صاروخ على معلبك كما تعرف ممكن أن تكون سيارات مفخمة الداخل الآن بظل المعركة لا وجود لسيارات تأتي من تلك المنطقة نعم نتيجة الثانية هي أن القرى الشرقي بعلبك وشرقي البقاء كلها سواء لن تتعرض بعدها إلى إطلاق صواريخ الثالث نتيجة هي أنه سيطرة بالكامل وتأمين طريق حمص دمشق وهذا هو الأهم تأمين وتأمين النهاي نحن نعرف اليوم أن في القلمون الشرقي يوجد يعني شرقي أوتستراد حمص دمشق يوجد مسلحين وفي القلمون الغربي يوجد مسلحين يعني القوات المقاومة والجيش العربي السوري هي موجودة اليوم ضمن محور واسع ولكن من الناحية الغربي ومن الشرقي يوجد مسلحين القضاء على العسابات الإرهابية في القلمون الغربي ستريح الجيش العربي السوري ويصبح ظهره محميا بالنسبة للبنان بالنسبة للبنان بالنسبة للقوات العربية السورية موجودة على الأستراد أقام الأستراد خلص منطقة عرسال على سبيل المثال المعرك الأهم ستكون في جرود فليطة عرسال قارة حيث توجد المخابع والأسلحة وتوجد المخيمات السوريين وهذه المخيمات تكون هي العائق أمام القوة المهاجمة لأنهم قد يتخذونها إضافة إلى العسكريين اللبنانيين المخطفين كرهائن لوقف التقضي هناك إمكانية سيادة العميد عندما تبدأ المعركة فليطة عرسال أن يتم دخول المجموعات المسلحة إلى مدينة عرسال نعم هم اليوم موجودون في مدينة عرسال مدينة عرسال وزير الداخلية اللبنانية يقول أنها تحت الاحتلال هم اليوم موجودين وهم لا يستطيعون الخروج منها باستيارات ولا بآليات لا يستطيعون أن يخرجون منها عن طريق التهريب وعائلاتهم موجودة في عرسال وفي المخيمات خارج نطاع الجيش اللبناني هناك عشرات المخيمات ربما سيكون هناك إشكالية في حال دخول مقاومة إلى عرسال نعم هذه هي العقدة الصعبة في هذه المعركة أن يكون هناك تحركات إذا تقدم قوات المقاومة إلى جرود عرسال أن تقوم بعض التحركات بالداخل والاحتجاجات على أنه عرسال مطوقة عرسال مهددة هذه من أهم أو أكبر المشاكل ممكن أن تحصل في مقاومة هل يمكن أن يبرز هنا دور للجيش اللبناني في هذه المهمة؟ نعم الجيش اللبناني منذ فترة من شهر وحتى اليوم تقدم في بعض الأماكن في جرود رأس بعلبك وجرود عرسال عدة طلاب إذا تمكن الجيش اللبناني ضم مخيمات اللاجئين الموجودة الآن خارج نطاقه تنتهي المشكلة ولا أدري إذا كان هناك نية للتقدم جيش اللبناني مع أنه في معركة مثل معركة يأخذها جيش العربي السوري والمقاومة ممكن أن الجيش اللبناني يكون لديه القدرة لتقدم وضم مخيمات اللاجئين خارج نطاقه إلى نطاقه وتصبح مشكلة المدنيين وتحل مشكلة المدنيين ويسهل عمليات دخول الجيش العربي السوري والمقاومة يمكن هذا يحتاج إلى قرار سياسي لبناني ليس كذلك طيب سياسي العميد وهناك مشكلة انقسام في لبنان على كل أحوال هناك ورقة أيضا برزت خلال معركة القلمون أو حتى قبلها هي مسألة العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جبهة النصرة هل تعتقد أن جبهة النصرة ستلعب هذه الورقة وفي حال تم لا سمح الله تصفيت أي من الجنود اللبنانيين المخططفين هل هذا سيربك الواقع الميداني أو حتى قرارات قيادة المقاومة والجيش السوري بإكمال المعركة تحديدا المقاومة لاعتبار أن هذا يؤثر على الوضع الداخلي اللبناني بداية اليوم نحن في أول المعركة المنطقة التي تم تحريرها هي المنطقة الأسهل مع أهميتها هي الأسهل الآن لن تكون مشكلة المشكلة فيما بعد عندما تم التضييق أكثر على المسلحين فمنهم من يحاول الفرار إلى صحراء حسية وبالتالي إلى الرقة ومنهم عائلته في مخيمات عرسيل قد يلجأ إلى هناك وظن أنهم إذا كانوا يفكرون بالطريقة الصحيحة هم لا يقدمون علاقة لحد من العسكريين هم يحتفظون براءة لتسوية ما لخروجهم آمنين يعني يمكن ورقة العسكريين أن تستخدم في إطار تسوية لخروجهم من المنطقة أرجو أن تبقى معي سيادة العميد وأيضا ضيفي في دمشق أيضا التطورات التي شهدتها ولا تزال منطقة جبال القلمون بين لبنان وسوريا ارتفعت وتيرة اشتباكاتها في الأيام الماضية ما أعطى مؤشرا على قرب بدء معركة القلمون ما هي خريطة السيطرة العسكرية في القلمون في هذا التقرير لعبدالله ظاهر السلام عليكم ما حصل من تطورات وتصعيد عسكري في جبال القلمون في الأيام الماضية أعطى الكثير من الانتباعات بأن المعركة التي حكي عنها كثيرا قد تكون بدأت فعلا فما هي الخريطة العسكرية في تلك الجبال الاستراتيجية التي تضم السلسلة الشرقية بين لبنان وسوريا بعد انتهاء معركة يبرود والقرى المحيطة بها قبل عام من الآن وسيطرة الجيش السوري والمقاومة على تلك البلدات والقرى اضطر مسلح داعش وجابات النصرة للانسحاب نحو هذه الجبال في السلسلة الشرقية للقلمون متحصنين بمغاورها وأوديتها وكهوفها في الساعات الماضية حقق الجيش السوري والمقاومة تقدما منحوظا في هذه المنطقة بعدما سيطرة على كامل جرود عسال الورد بمساحة 45 كم مربعا وهو ما أدى إلى وصل جرود عسال الورد السورية بجرود بريتال اللبنانية على أن أبرز ما تم تحقيقه هو السيطرة على مرتفع قرنة النحلة والذي هو عبارة عن ثلاث تلال ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 2153 مترا ويشرف على وادي الدار ووادي الصهريج وعدة معابر في المنطقة تدور فيها المعارك هذه التلال الاستراتيجية باتت تحت سيطرة الجيش السوري والمقاومة ما يسمح لهما الإشراف بالنار على جرود عسال الورد وشرق جرود بريتال التي كان يستعملها المسلحون للتسلل إلى القرى والبدات اللبنانية ومهاجمة مواقع المقاومة هناك السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية أدت إلى كشف مواقع وتجمعات المسلحين في جرد سبنة الواقع بين جرود عسال الورد والطفيل اللبنانية فاستهدفتهم المقاومة والجيش السوري معها ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير منهم وتدمير ثلاثة مقار لهم إضافة إلى تدمير أربع آليات بشكل كامل التقدم العسكري للجيش السوري والمقاومة أحكمت طوق على المسلحين فحاولت مجموعة مسلحة تابعة لهم القيامة بعملية التفافية من منطقة الصوير الواقعة في منطقة البقاع الغربي فاشتبك معها الجيش السوري وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح منطقة القلمون التي تأمل المقاومة إخلاءها من جبهة النصرة هي بؤرة تهديد للعمق اللبناني والعمق السوري لكنها حلقة في سلسلة يمكن أن تحسم بقاء الدولة موحدة أو تفتيتها قاسم عز الدين النصرة التي اتخذت القلمون جبهة لتهديد العمق اللبناني استضمت بالجيش الذي يحمي القرى اللبنانية المحاذية للحدود ويحمي نفسه من الاعتداءات المتكررة في محيط عرسال وغيرها النصرة التي يروى عنها بأنها تتباين مع داعش بشأن مسعى ضم لبنان إلى ولايتها تطمع في لبنان مقرا وممرا لتزويدها بالمناصرين ونصرتها بالمال والعتاد فهي تطمع في التوسع إلى لبنان لإضعاف المقاومة وإرهاب بيئتها كما جرت عدة جرائم بحق المدنيين تبنتها النصرة أو فصائلها في بيروت والضاحية الجنوبية المقاومة التي ترى مخاطر هذه الجماعات لا تقتصر على بلد من دون آخر تسعى إلى هزيمتها أينما كانت بل تدعو بلدان المنطقة إلى الاتفاق على أولوية مواجهة هذه المخاطر التي تهدد البلدان والحواضر والإرث التاريخي والثقافي في هذا السياق ترى المقاومة معاركها في مواجهة هذه الجماعات دفاعا عن الوجود في المنطقة بيد أن لمعركة القلمون خصوصية في أولويات المقاومة التي تسعى إلى إجهاد تفتيت الدولة السورية بحسب ما يرشح من احتمال تقسيم العراق وتعميم التفتيت في رحاب المنطقة كما حذر السيد حسن نصر الله محاولة ما يسمى جيش الفتح في القلمون التمدد إثر معارك إدلب وجسر الشغور من شأنه إذا نجح التمهيد لانسلاخ منطقة واسعة عن سوريا بحسب ما تتمنى تركيا وتشتهي فرنسا ودول خليجية بهدوء لكن بحسم تسعى المقاومة إلى إخلاء القلمون من جماعات مصرة وداعش بل ربما تسعى أيضا لإخلاء جسر الشغور وإدلب المقاومة التي تذهب واثقة الخطى حيث يجب أن تكون كما يقول السيد نصر الله حجبت حيثيات خطتها ربما أرادت أن تسهر إسرائيل من جرائها وتختصي عود إلى ضيفي في دمشق أستاذ تركي حسن حول توقيت المعركة والقول أن هذه هي معركة الحسم أم هذا هو تمهيد للمعركة هذا تكتيك عسكري يعني ربما استغربه الرأي العام المتابع لما يجري في الميدان السوري أو حتى في القلمون تحديدا يتم الإعلان عن المعركة منذ شهر والتحضير لها والكل يعرف أن هذه المعركة قادمة لكن لا أحد يعرف توقيتها ثم تبدأ المعركة ويقال بأنه قد تكون هذه معركة الحسم وقد تكون تمهيد وليست المعركة المقصودة أو التي سوف تنطلق يعني نريد من ناحية العسكرية كيف يمكن أن يعلن عن معركة ألم يفقد ذلك المجموعات أو المقاومة عنصر المفاجئة للمجموعات المسلحة لماذا تم استخدام هذا التكتيك في القلمون تحديدا أحيانا قد تلجأ المقاومة والجيش أو حتى أي جيش في العالم قد يلجأ إلى إعلان أنني بصدد إجراء عملية كهذه كما جرى والإعلان عنها وكما أعلنها السيد نصر الله هذا الهدف منه في الأساس هو عبارة عن باتجاهين الاتجاه الأول هو ضرب الروح المعنوية لأولئك الإرهابيين الذين يختطفون تلك المنطقة وهم قد مضى على وجودهم في تلك الجرود أكثر من عام وبالتالي هم يدرك السيد نصر الله أكثر من غيره الوضع النفسي لهؤلاء الوضع المعاشي الوضع العسكري وبالتالي أعلن مسبقا أنه في صدد ذلك وأعتقد أنه معرفة العدو نصف النصر هو يدرك من هؤلاء وما يحملون وما هي الأسلحة التي تتوفر لديهم وأعتقد أن السيد العميد ذكر أنه حول استخدام أسلحة الميمدال في تلك المنطقة لأن لا يوجد هناك أساسا مناطق تصلح تقدم الآليات والدبابات محاور محدودة مجموعة المحاور في المتشكلة من سلسلة جبال لبنان الشرقية بدءا من غربي حسياء حسياء حتى وصولا إلى الزبذني لا تصل إلى 18 معبر واعتقد أن هذا الأمر لا يشكل بالنسبة لهؤلاء إمكانية أن يكون الدفاع عنها من خلال أسلحة الميمدال لأن المناطق متموجة هناك هضاب تلال وديان إلى آخره هذا أولا ثانيا النقطة الثانية يريد أن يحفز طاقة عناصر المقاومة والجيش العربي السوري والشعب الذي يسند هذه المقاومة ويسند الجيش العربي السوري بأن المعركة قادمة وبالتالي معركتنا الآن هي عبارة عن معارك متسلسلة ليست معركة واحدة واعتقد أن هذا ما أشار الرئيس الأسد بالأمس عندما قال أن المعارك هي عبارة مجموعة معارك ليست معركة واحدة نحن في حالة حرب وبالتالي حالة حرب تنشأ هنا معارك في مناطق مختلفة وتكون درجات هذه المعارك مختلفة من المنطقة إلى أخرى وبالتالي الإعلان حول هذه العملية تم من قبل السيدة صلى الله ولكنه لم يحدد ساعتها وبدءها وترك للقادة الميدانيين أحيانا من خلال التحشيد ومن خلال الاستطلاع ومن خلال دفع قوات باتجاه الأمام ومن خلال بعض العمليات الصغيرة يدرك الخصم يعلم جيدا تكتيك المقاومة وتكتيك القوات السورية خلال المعارك التي جرت سابقا ويدرك أنه لا يمكن إلا أن يكون في نهاية هذا الصيف أو في بداية هذا الصيف يعني في نهاية هذا الربيع أنه ستكون هناك معارك طالما أن هناك توفرت القدرة والإمكانية وأنه لا بد من حسم هذا الموقف وبالتالي إشغال القوات وأشغال المقاومة في هذه المنطقة وأن تكون هناك دائما جرح نازف في سلسل الجبال لبنان الشرقية يجب أن يغلق هذا الجرح النازف وبالتالي أستاذ تركي حسن بقي معي دقيقتين أو أقل أريد أن أسأل سيادة العميد محمود حول التقديرات العسكرية هل يمكن أن نقدر المدة الزمنية لحسم معركة القلمون الجغرافية حددتها سيادة العميد أنت وضيفي أستاذ تركي أيضا من دمشق ولكن المدة الزمنية هل نستطيع أن نقدر عسكريا كم تحتاج معركة القلمون لإنهاء وجود المجموعات المسلحة في تلك المنطقة إذا لم يحصل ما تحدثت عنه سابقا بموضوع اللاجئين السوريين ومخيامات واللجوء إلى عرسال وإشكالات داخل اللبناني لن تطول المعركة لن تصل إلى شهور ستقوم أقل من شهر أما إذا تعقدت الأمور ولجع المسلحون إلى بلدة عرسال وهناك مدنيون لبنانيون وسوريون فالتعقد الأمور ولا أدري متى تنتهي المعركة يعني يصعب تقديرها لأنه يمكن أن يكون هناك عوامل مفاجئة تواجه القوات أشكرك جزيز شكر سيادة العميد محمود طبيخي الخبير العسكري والأمني لحضورك هنا في السوديو أيضا أشكر ضيفي لأستاذ تركي حسن الخبير الاستراتيجي كان معنا مباشرة من دمشق قال رئيس أقليم كردستان العراق مسعود البرزاني إن كردستان المستقلة آتية لمحالة وخلال مؤتمر صحفي عقب خطاب ألقاه في المجلس الأطلسي بالتعاون مع المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن أضاف أن العملية ستتحقق بالحوار والتفاهم أنا لا أستطيع أن أحدد وقت معين لكن أكد لك أن كردستان المستقلة آتية هنا عملية مستمرة ولن تتوقف ولن تتراجع لكن لا أريد أن أخوذ في التفاصيل لكن ما أريد أن أؤكد عليه هو أن هذه العملية لا يمكن أن تتحقق بالقتال أو بالعنف وإنما بالحوار وبالتفاهم الأعلان الكردي من واشنطن هل يعني البدأ بتقسيم العراق؟ والفعلا حلم الدولة الكردية على واش كان يتحقق؟ تقرير جراسيا بيطار إذا كانت الدولة الكردية حلما فليس مسعود البرزان بمفرده من يحققه صقف كلام رئيس إقليم كردستان من واشنطن جاء قويا قال صراحة استقلال كردستان قادم لا محالة وذلك لن يكون بالعنف بل بالحوار في اجتماع مغلق مع أحزاب من الإقليم نقل عنه أكثر من ذلك قال برزاني سنعلن الدولة الكردية حتى لو على مساحة ثلاثة أمطار كلام برزاني تضمن أيضا عبارة مهمة قال الزعيم الكردي إن أمريكا غيرت سياستها حيال تأسيس دولة للأكراد خصوصا بعد الحرب ضد داعش وليس لديها مانع الآن من إعلان الدولة الكردية في الواقع ليست المسألة تغييرا في السياسة الأمريكية وإنما على العكس ترجمة لمسار يمكن إعادته حتى إلى ما قبل الاحتلال الأمريكي للعراق في أحد مقالاتها الموثقة تتحدث كوندوليزا رايس كوزيرة للخارجية الأمريكية عن مشروع الشرق الأوسط الكبير تقول إنه بدأ منذ تسعين عاما وقد تمت توسعته عام 2003 ومن المعلوم أن هذا المشروع يشمل 22 دولة وتسيطر أمريكا على المساحة الأكبر من إجمال البترول الموزع في تلك الدول المزعومة كوندي نفسها قالت للبرزاني عام 2012 حلم الدولة الكردية سيتحقق قريبا فمشروع الشرق الأوسط يكتمل تباعا أمريكيا أيضا تقسيم العراق من أجل وحدته عنوان جوزيف بايدن أحد مقالاته المنشورة عام 2006 عندما كان الرجل عضو مجلس شيوخ شبح الخطة باء على ما سمي مشروع بايدن يعود حاليا عبر القرار الذي نجحت لجنة القوات المسلحة في الكونغرس في تمريره بالتصويت ويقضي بمنح المساعدات الأمريكية مباشرة إلى الأكراد والعشائر السنية بعيدا من حكومة العراق المركزية ومقارنة مع الماضي يمكن القول أن هذه المرة سلكت تقسيم المسار المؤسستي أي في قرار صادر عن الأمة الأمريكية وليس مجرد فرد أو شيخ أمريكي ونناقش زيارة رئيس أقليم كردستان العراق مسعود البرزاني إلى الولايات المتحدة وطرحي لموضوع استقلال الأقليم مع ضيفنا هنا في الستوديو مستشار نائب رئيس الجمهورية العراقي سيد عباس الموسوي سيد الموسوي الاستقلال آتن لا محالة استقلال أقليم كردستان هكذا قال مسعود البرزاني في واشنطن هذا يعني أن هذا تأكيد على نية الاستقلال لماذا أطلق التصريح من واشنطن ولماذا يطلق بهذا التوقيت العراقي الصعب بسم الله الرحمن الرحيم يعني عدم انسجام السياسة الكردية منذ اليوم الأول للتغيير في 2003 والمحطات الوعرة التي وضعت في العملية السياسية من قبل الشريك الكردي كانت وسائلها واضحة أن الشريك الكردي لا يعمل على استقلال الاندماج في الواقع العراقي والدولة العراقية ما صرح به خلال الأيام الماضية وما هو إلا هو وعد بايدن أنا أسميه وعد بايدن كوعد بالفور هو لمرور أكثر من مائة عام على سايكس بيكو ع 1915 والآن 2015 يبدو أن هناك ملاحق سرية لسايكس بيكو لا يجوز تغييرها قبل مائة عام فلذلك نلاحظ بنفس الشهر شهر مايو شهر الخامس وقعت الاتفاق وفي شهر الخامس البرلمان الأمريكي يعطي وعودا بالنسبة لتقسيم العراق هناك الشركاء ما زالوا مقتنعين بالمشروع الأمريكي مع كل الأسف هذا ينسجم طبعا سيد الموسوي مع ما تحدث عنه قبل قليل أو شرت إليه بشكل عابر وهو مشروع المقدم من الكونغرس أمام الكونغرس للإدارة الأمريكية حول تقديم الدعم مباشرة للمكون السني والمكون الكردي كدولتين مستقلتين بعيدا عن الحكومة المركزية التزامن بين زيارة برزاني وهذا المشروع يعني أن هناك تناغم أو تفاهم كردي أمريكي حول هذه المسألة؟ يعني أنا لا أتصور الأمريكي تفاهم مع الكردي وإنما الأمريكي يسير مشروعه من خلال الكردي هناك مشروع واضح تكلم به بايدن وقبله بعض السياسيين الأمريكان هو تقسيم المنطقة ليس العراق فقط العراق السعودية سوريا كل دول المنطقة لذلك جاءت زيارة وإلا لماذا رفضت زيارة سيد مسعود برزاني قبل عامين ووضعها تحت قائمة المنظمات المطلوبة للإرهاب في أمريكا المشروع الأمريكي الآن يتطلب دعم هذه المجموعات المجموعات السنية في العراق والمجموعات الكردية التي تنطبق مع المشروع الأمريكي فلذلك زيارة سيد برزاني كان يأمل أكثر من هذا الموضوع كان يأمل دعما علنيا للدولة الكردية هل نستطيع سيد الموسوي أن نقول بأن تصريح البرزاني من واشنطن يعني يعلن أو هو بداية أو شرط انطلاق لبدء العملية الفعلية لتقسيم العراق أنا لا أتصور الأمريكي يسير بالتوقيتات العراقية أو بالتوقيت الكردي أو التوقيت السني قبل سيد برزاني ذهب سيد سامة نجيفي السنة الماضية وطرح نفس التصريحات حول الأقليم السني وذهب إلى بريطانيا وطرح موضوع السني التوقيتات الأمريكية يسير بالتوقيت الأمريكي ما زال الآن هذا الموضوع تقسيم العراق ضمن الصراع الانتخاب الأمريكي عندما زج في موضوع البرلمان الأمريكي طرح الموضوع والميزانية هو ضمن الصراع الداخلي بين الجمهوريين والديمقراطيين أنا أتصور الموضوع ما زال حتى الأكرادهم فعليا والتصريح لأحد قياداتهم قال نحن مع العراق ما دام هناك برمين نفط في العراق في البصرة أو في المناطق الأخرى ما زالت المصلحة حتى يدعون واتفاقية النفط التي وقعت مع الحكومة المركزية في بغداد كانت واضحة هم عادوا إلى بغداد لأن الخفاض أسعار البترول وكمية التي تصدر من كردستان كمية غير مجزية فلذلك يعطون هذه الكمية ويأخذونها بسعر أعلى ما هم يفكرون بحاجتهم بمصلحتهم أكثر من ما يبصد طيب بعيدا عن الأمريكان سيد الموسوي عندما نستمع لمسعود البرزاني يقول في واشنطن أنه على العراقيين الاقتناع بوحدة طوعية وليست إجبارية ويتحدث عن تقرير مصير الشعب الكردي بطريقة سلمية يعني بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية هناك رغبة من مكونات عراقية في الانفصال يعني هناك رغبة سنية أو نستطيع نقول ذلك هناك رغبة يعني نستمع لتصريحات أن هناك رغبة من عراقيين أنفسهم يعني من مكونات عراقية أنفسها بأن تقسم العراق ما زال المكون الأكبر في العراق هو الذي غير مقتنع بتقسيم العراق لأن يشعر أن وحدة العراق هي الأساس تعرض المكون الأكبر إلى السيارات المفخخة إلى التهجير من أجل أن يقتنع أنا أتصور جس النبضة الذي حصل في موضوع قبل أيام البرلمان الأمريكي كانت ردة الفعل الوطنية بالشارع العراقي كبيرة جدا بعدها بدأت حملة من السيارات المفخخة بالكرادة وفي مناطق أخرى أنا أتصور المرحلة القادمة سيشارك كل الانفصاليين من أكراد ومن بعض القيادات السنية بتدمير بغداد تدمير بعض المدن العراقية حتى نصل إلى نتيجة أن الجميع يطالب بالتقسيم من خلال فهمنا للشارع العراقي العراقي يؤمن أن العراق واحد على أي تقسيم المشكلة الآن عندما يتكلمون عن التقسيم عن أي تقسيم تقسيم تبقى البصرة البقرة الحلوب للمناطق الأخرى والسيارات المفخخة عليها لذلك الجغرافية العراق غير واضحة على أي بعض أخواننا السنة يطالبون بالمحافظات السنية الست أي محافظات سنية ست بغداد وديالة والمناطق الأخرى لذلك مشروع التقسيم في العراق لم ينضج بعد لم تحصل له قاعدة شعبية قد نسمع صوت من هنا وصوت من هناك الذي يفاجئ الجميع حتى عند بعض القيادات الكردية لا يهم مستقل يعني التغيير يتكلمون صراحة يقولون نحن مع مصلحتنا أو الاتحاد الوطني جلال الطلباني مصلحتنا وقرارنا الاستراتيجي هو البقاء في العراق هناك حقيقة أزمة كردية الآن يحاول الجانب الكردي تسويقها وطنيا هي أزمة رئاسة قليم كردستان لا يحق للسيد مسعود برزاني ترشيح نفسه لرئاسة قليم كردستان استنفذوا كل القوانين والتفسيرات القانونية الآن يحاولون افتعال أزمة اقتصادية أزمة سياسية مع بغداد من أجل أن يشدون الشارع الكردي أكثر ويتماسك أكثر ويجدوا مخرجا لعودة مسعود برزاني رئيسا لأفليم كردستان من جديد سيد عباس الموسوي مستشار نائب رئيس الجمهورية العراقي أشكر حضورك هنا في الستوديو